انتحار يعني هي دلقتي ده ده تأثيره عليها ايه وهل هي فعلا لما هددت بالانتحار ممكن تنتحر اه التهديد بالانتحار لو انا حطيته في عقل الباطن ممكن فعلا يمصني الحاجة زي كده اذا النفس ده شيء ممكن طالما انه هو جوايا ممكن ان انا عامل يعني ممكن ليه عالي بباطن بيخليني اتصرف وانا مش مش راغبة في التصرف ده هي غالبا هتبقى ساعتها وقعت احت ضغط نفسي ممكن يعمل معها تصرف كبير اوي وهي قلدي فكرت في ده وحطيته جوا عليها الباطن هيطلع التصرف اللي هي حطيته ولا ايه خزنته ما احنا اي حاجة بنفكر فيها بتركيز ونفكر فيها كتير وداخلت جوا علينا الباطن بتطلع عندنا في شكل سلوكيات عندها الضرورة فالضرورة اللي هي ان زوجها ده يجي ينكد عليها حياتها تاني ويعمل لها مشكلة فيطلع السلوك اللي هي ايه لنفسها انا اروح تروح مسك حاجة معورة نفسها يعني احنا سعاد بيقولك مثلا ما حد يدائك تخيل انت بتضربه وفيش غلك واخد نفس وخلاص ما اعنا بقول احنا بنقول عليها هي حطيته لا يعني انا ممكن تخيل ان انا بضربه بدل مأزينة اه دايما بنقول طلع الكلام ده ممكن تضربه فعلا لو هي حطت كده في عقلها الباطن لا هو انا لو هتتخيل هذا الامر او هي عايزة تطلع احنا بنقول لو عايزة تطلع الطاقة اللي جواك منقول اه الغل اللي جواك تضرب حاجة لا تعورك ولا تكسر وده غريبا من المرتبة والمخدة طلع فيها الطاقة القوية اه ده حاجات نفسية امور نفسية اطلع فيها افرغ الطاقة اللي عندي طاقة سلبية وليه لما حد يعمل كي يقولك يا عم ده بقى مريض نفسي لا مش مريض ولا حاجة لان انا بنفاجر من جوايا فانا مش عايز الانفجار ده يطلع في حاجة سيئة او يطلع في ان انا اعور نفسي اوازي الطاقة في الاخر اضرب في المخدة اوانا بوكس اه انا ممكن لو عملت كده قوي مش هيحصل حاجة هطلع على الطاقة وده لا هيتضر ولا هيتضر كمان قدام يعني ده من بعض الامور لما بنتكلم على حالات بتوصل بيها المراحل زي حرك بتتكلمي ده واحدة هتوصل الانتحار واحدة مش عارفة تلاقي قرارات فاحنا منقول من ضمن الامور اللي تطلع فيها او تفرغ طاقتك بكده في امور اخرى ممكن افرغ بيها الطاقة بتاعتي ان انا امارس رياضة ان انا اخرج برا البيت خالص برا المكان لكن ما اضربش الجاني لا طبعا احنا ما بقولش لأي حد اضرب وما بقولش لأي حد لو انت متضيق من تصرف فانت روح يعمل نفس التصرف ودايق ولا انا روح اوقف التصرف ده عند حد احيانا في ناس بتيجي بالطريقة دي ده اكتر يعني لو غزني بغيزه فبيمشي عيدل شوفي حضرتك حرك بتكره ايه اكتر حاجة مش انت بتعمل اكتر حاجة انا بكرهها انا بعمل لحضرتك اكتر حاجة انت بتكرهها وهذا المسلسل لن ينتهي لان انا بالتالي انا كمان طول الوقت بتئزي ما انا هعمل له كده هيروح يعمل لي كده وافضل انا طول الوقت معضوك محطوط تحت ضخل وخلي بال حضرتك ان دي لو مش من صفاتي الاساسية فوانا بعملها كاني بلوي نفسي او بتعي بنفسي اوي ان انا بقى بدايق وانا اصلا مش من شخصيتي ان انا دايق الاطراف الادامي فانا كمان بعمل حاجة ضد شخصيتي وبتقبل الاهانة بقى طالما ان انا عملت كده فهتقبل الاهانة فانا بالتالي اسأت لنفسي مرتين فعشان كده بقول لا واقف الطرف اللي بيعمل لك هذا الامر دي حاجة مش سوية مش حاجة مش صحية ان احنا نقعد ندايق بعض طول النهار